استضافت جمهورية مصر العربية الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء دفاع مصر وكبرس واليونان لبحث علاقات التعاون العسكري المشترك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرسية واليونانية حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث وعقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء ثنائيا مع السيد خار لمبوس بتريديس وزير الدفاع القبرسي تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين كما عقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقاء ثنائيا مع السيد نيكولاوس بنايو توبلوس وزير الدفاع اليوناني تناول اللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة ونعكستها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وشرق المتوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين عقب ذلك بدء فعليات الاجتماع الثلاثي بكلمة افتتاحية للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد خلالها على أهمية دعم سبل التعاون والشراكة بين مصر وقبرص واليونان بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط مشيدا بالتعاون المثمر الذي تشهده العلاقات المصرية القبرصية اليونانية خلال الآوينة الأخيرة بما يدعم توحيد المفاهيم تجاه كافة القضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث وأكد وزير الدفاع القبرصي خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنصيق بين مصر وقبرص واليونان لدعم العلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون ولا سيام في المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل منهما فيما أشار وزير الدفاع اليوناني إلى أهمية الاجتماع وما خلص إليه من نتائج تعزيز المصالح المشتركة كما أعرب عن تقديره لدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط وفي ختام جلسات المباحثات وفعليات الاجتماع تم توقيع بيان مشترك في إطار مساعي القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية لدعم علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات والتهديدات ودعم سبل السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط وعلى هامش الاجتماع تم تنظيم مؤتمر صحفي لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان وذلك في إطار عرض نتائج الاجتماع وجلسات المباحثات التي تهدف إلى دعم علاقات التعاون العسكري بما يلبي المصالح المشتركة للدول الثلاث وقد تضمنت فعليات المؤتمر استعراض كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية والسيد خارلمبوس بيتريديس وزير الدفاع القبرصية والسيد نيكولاوس بنايو توبلوس وزير الدفاع اليونانية للجهود المبذولة بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط فضلا على تتويج التنصيق العسكري المصري القبرصي اليوناني المشترك بأقصى درجات التفاهم الذي أدى إلى توحيد الرؤاة جاه مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي